تنبيه من المستوى الثاني عن تساقط كميات معتبر من الأمطار تطاروح ما بين العشرين لغاية 40 مليمات تقريبا على كافة المرتفعات والهضاب على ولاية البيض، الغوات، الجلفة، المسيلة، لمدية، تيسمسيل، تيارة، غليزان، معسكر حتى على ولاية سعيدة، حتى على الوجهة الشرقية على كل من باتنا، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق هراس، قلمة، قسنطينة، ميلا، سطيف، برج بوري ريج كذلك على الوجهة الساحلية على كل من ججل وولاية سكيكدا بكميات تطاروح ما بين العشرين إلى غاية الربعين مليماتر إذن الأمطار ستستمر حتى خلال يوم الغد تقريبا على كافة المرتفعات والهضاب باحتمال كذلك لتساقط بعض حبات من البرد أمطار على شكل زخات العادية معتبرة إن شاء الله أما على الوجهة الساحلية سحب ستنتشر أكثر كثفة على المناطق الوسطى والشرقي احتمال كذلك لبعض الأمطار بالجنوب أجواء مغشات عادة سحب سفلة كثيفة ستنتشر على الصحراء الوسطى الحدود المالية الجزائرية كذلك منطقة تندوف احتمال لبعض القطارات من الأمطار مع زوابع رملية ستنشرط على أقصى الجنوب وكذلك الهضاب العليا الغربية خلال هذه الليلة وسطن صباحة الغد إن شاء الله مقاييس ما بين 12 إلى غاية 19 درجة الوجهة الشمالية 20 درجة على بشة 19 درجة على تامن رسة وجانت 27 درجة على الصحراء الوسطى أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحر القسوى ستعرف ارتفاع خاصة الوجهة السحلية والمناطق القرب على السواحل إذن ننتظر 29 درجة على العاصمة 30 درجة على وهران 17 درجة فقط كالدنمي قياس على ولاية الجلفة 30 درجة على بشار 33 درجة على تامن رسة تصلغية الـ 41 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية لكن قليل اتراب على السواحل الغربية ريح معتدلة تصلغية 40 كم في الساعة